من قناة العون ندوها بأبرد العنوان في نشاطنا الليلة ريب برطاج عن رواق بوريتانيا في المعرض اليوتس للصيد البحري بمدينة عقدي ومن بجدور حملة تحسيسية في صفوف الكسابة لتمكينهم من آخر التقنيات في مجال المجال الرعاوي كما نرصد من مدينة السمارة لندوة تحسيسية في الأوساط المدرسية حول مخاطر الإدماء أهلا بكم مجددا معثى صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنية إلى صاحب الجلالة السلطان حاجي حسن بلقية سلطان بروني دار السلام وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني وعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أصدق التهاني والمتمنيات للسلطان حاجي حسن بلقية بموفور الصحة والسعادة ولشعب بروني دار السلام الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان ومواصلة لتتبع قضية المختطف الخليل أحمد بريها المستشار السابق المكلف بحقوق الإنسان لدى جبهة البوليساريو الانفصالية المختفي بشكل غامض في الجزائر منذ سنة 2009 تتطور الأحداث بشكل متسارع وتتواصل الاحتجاجات بمخيمات تندوف من أجل المطالبة بكشف مصير الخليل أحمد الذي يعتبر أحد مؤسسي وقادة جبهة البوليساريو ورجل الذي جرى استدعاوه من قبل أحد ضباط المخابرات الجزائرية في يناير 2009 ليتم اختطافه بطريقة غامضة وانقطعت أخباره منذ إذن بسبب الملفات الأمنية السرية التي كان يتوفر عليها ستة أيام انقضت منذ المهلة التي حددها زعيم جبهة البوليساريو فيما يتعلق بقضية المختطفة الخليل أحمد ولبريه وبدأ العد العكسي ومعه بدأت تتقاطر الاستفهامات أين وكيف ولمختطف وهو الذي كان لهم بالأمس خليل هل يترى أسكت للأبد أم هو إسكات ترهيبي أم إبعاد لغايات مع الجواب لكل تلك الأسئلة بعد أربعة أيام من اليوم والتقرير التالي لفات حلمين فيما أزعج الرجل القوم فأرادوا كتم أنفاسه كل الأجوبة وإن كانت تتجاوز الأسئلة بكثير تبقى افتراضا ولغز اختفائه أحجية قضية الخليل أحمد مرة أخرى تطفو على السطح بعد تسع سنوات من الغياب وهي الجديرة بالنشر والإثارة والإثراء أسف أن يواجه الرجل الغموض والتكتب الخليل أحمد الرجل الموسوعة علما وثقافة مستشار الزعيم المسؤول عن حقوق الإنسان الصفة التي لم تنفع صاحبها في دياج المجهول رجل ليس بالنكرة انتهى إلى حيث لا يدري أحد سوى بوليساريو والنظام الجزائري الخليل أحمد وبصفته المحاضر الملم بحيثية ملف الصحراء كانت له دراسات وبحوث تتناول نزاع الصحراء بالتفاصيل والحجج والبراهين مصادر مقربة تؤكد أن الرجل كان بصدد تأليف كتاب حول قضية الصحراء الموضوع بما فيه من حيثيات وحقائق لن يخدم الجبهة ولا النظام الجزائري يكون التكميم حلا وغيابات السجون مصيرا كفيل بطي ملف مزعج قد يؤرق كل من تضاربت مصالحه ومعطيات ذلك الملف خيوط جريمة ليست أقل تعقيدا من قضايا جيمس بوند هي بكل بساطة قضية منع فيها كشف الحقيقة والمستور حقيقة ليست متعلقة بمصار الرجل بل بما حاضر به وكتب فبمخيمات تندوف إملاء جزائري لكل من خارج الخط كتب تبت يداه وتب ليجد الخليل نفسه بدون خليل أوهموه به ليلتحق بسربهم وجد نفسه في مكان ما ينتظره مصيرا اختفى واختفت معه كل انتاجاته الفكرية من الساحة كيف ولما كل الأسئلة تحتمل جوابات افتراضية لكنها جميعها تنتهي إلى الخط الأحمر الذي رسمه العسكر الجزائري ومن خرج عن الخط مدان عشرة أيام للبحث عن سيناريو يخرج الجزائر من دائرة الاشتباه أو بالأحرى يضف قطعة إلى الأحجية لتكتمل فإلى أين سينتهي لغز اختفائه وهل يتبخر الناس فوق الأراضي الجزائرية ثم تجريمة وقعة تقل أوصافها صدقا ويقينا أنها إخفاء قسري واختطاف فهل عذب الخليل؟ هل قتل؟ هل نقل إلى مكان مجهول؟ خارج الجزائر؟ إنها الأسئلة المؤرقة ترددها ساكنة المخيمات في غضب وهي ترهوان الإنسان على إخوته جريمة تعيد إلى لذهان جريمة بداية الخلق اختلفت الأسماء قابيلة هابيلة الخليلة لكنها تبقى جريمة أخ في حق أخيه تعالت الأصوات فما كان إلا أن خرج الزعيم فقال أنه مهتم لأمره قلق بشأنه لكن اهتمامه جاء بعد مخاض عسير تسع سنوات تمخذ خلالها الزعيم فكانت الولادة أمهلوني عشرا آتيكم بخبر يقين ليكشف عن جريمة تساقطت الجدران عن قصصها وكل أدلة وقوعها عمياء فالجريمة دبرت في ليل توطأ العالم على الصمت والضحية بشر من درجة ثانية لاجئ في أرض تعترف باللجوء حقا مع إسقاط حق اللاجئ إلى أراضها فالجريمة دبرت في ليل توطأ العالم على الصمت فالضحية بشر من درجة ثانية لاجئ في أرض تعترف باللجوء حقا مع إسقاط حق اللاجئ إلى أراضها لتبدو غريبة عن السياق الكوني للحرية وحقوق اللاجئين وكأنها مقتطعة من عالم آخر أو كأنها مقحمة على هذه الحياة فلا سرخة احتجاج ولا مجرد إيماء تعاطف تعاطف وتضامن تنتظره أسرة الخليل أحمد من المنظمات الحقوقية الدولية وأصحاب الضمائر الحية وكل من يمكنه المساهمة وممارسة الضغط على الجزائل لكشف مصير المختطف الخليل أحمد نطوي صفحة المختطف الخليل أحمد لنفتح نافذة اقتصادية أو سياسية أخرى بالأحرار فتحت شعار النموذج التاموي الجديد من عجل مغرب قوي ومتضامن نظمت منصقية حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الداخل أواد الذهب وبحضور رئيس الحزب وأعضاء المكتب السياسي المنتدى الجهوي للتواصل مع مناضلي ومناضلات الحزب والذي يهدف من خلاله منظموه إلى الوقوف عن قرب على اهتماماتي وانشغالاتي الساكنة وأعلن عودة لهذا الموضوع في سياق نشرتنا القادمة حزبيا دائما وبالطنطان هذه المرة حيث عقد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السيد مصطفى الخلفي لقاء تواصليا مع أمم الساكنة في موضوع الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية والحصيل الحكومية وتفاصيل عوفاء عن هذا اللقاء في متابعة لحافظ محضار غير جارحي وعبد الرحيم حاج إنجازات ومحصلة عطاء حزب العدالة والتنمية من داخل الاتلاف الحكومي استعرضها عضو الأمانة العامة لهذا التنظيم السياسي خلال هذا اللقاء التواصلي مع عديد الفعاليات المدنية بالطنطان ومنتسب الحزب المنطقة لقاء ينعقد بعد انصرام زهاء نصف الولاية الحكومية وهي فرصة لتقاسم ما تحقق على المستويات الاجتماعية والاقتصادية مع عموم المواطنين كان لقاء فرصة للحديث عن مستوى التقدم في الإنجازات الحكومية اقتصادية والجماعية في مجالة الصحة التعليم والتشغيل محاربة الفوارق المجالية دعم الطبقة الوسطى الحماية ذي القدرة الشرائية وأيضا التحديات التي ما زالت مطروحة أيضا كان هناك نقاش عن مستوى التقدم في تنزيل نموذج تنموي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس لصره الله في 2015-2016 الجهود التي بُدلت من أجل ترجمته على الأرض خاصة في عدد من القطاعات الحيوية على المستوى الجهة في الماء، في الطرق، في الصحة، في التعليم، في الفلاحة وضرورة العمل على تسريع المجهود في هذا الصدد اللقاء شكل فرصة لعدد الحاضرين لتقديم تساؤلات وملاحظات بخصوص الأداء الحكومية وجملة من النقائص التي لا زالت مطروحة الانشغالات المحلية كانت حاضرة خلال أشغال هذا اللقاء التواصلي من خلال الحاجيات التي لا زالت تشغل بال الساكنة وزير أجابة بشكل مستفيد على مجموعة من التدخلات والتساؤلات والانتقادات لوجهها مجموعة من المواطنين كان على رأسها مشكلة الصحة لحقيقة أن يعرف واحدة الإشكالية كبيرة خصوصاً في مدينة الطانطان وكان وعود بحلول هذه المشاكل كانت هنا تفاعل للساكنة وكانت تنويرهم بأهم كما قلت البرامج والسياسات العمومية التي تقوم بها الحكومة لشرعات فيها الحكومة سواء السابقة أو لها الحكومة في إطار مواصلة الأوراش الإصلاحية التي بدأت تقدرنا تأجدها على المستوى الاقتصادي لتقدم مجموعة مؤشرات وكذلك تحسين الوضعية للساكنة سواء في التعليم سواء في الصحة وكان كذلك النقاش نحاول بعض القطاعات وبعض الملفات الحارقة مثل التعاقود والتقاعد كذلك استفادة الإقليم إقليم طنطان السياسة العمومية في المجالات الاجتماعية لقاون تواصلية في سياق جولة تقود هذا المسؤول الحكومي والقيادي بحزب العدل والتنمية الذي يقود الحكومة إلى عديد أقاليم جهة إقليم ودنون للتواصل عن قرب مع الساكنة ومناضرية الحزب قصد تدارس العديد من القضايا والانشغالات المحلية منها الجهوية والوطنية ومتابعة لفعاليات المعرض اليوتس المنظم بمدينة قدير تشارك الجمهورية الإسلامية الموريتانية للسنة الخامسة على التوالي ضمن هذا المعرض بوفد هام يضم رجال أعمال وفاعلين اقتصاديين في المجال مناسبة لتواصل مع نظرائهم المغاربة ومن باقي دول العالم المشاركة وبحث أفاق الشراكة والتعاون روبرتاج لعياد السبتي صالح القيبي وأحمد سالم الكاين للسنة الخامسة على التوالي تحضر موريتانيا مشاركة ضمن المعرض الدولي اليوتس فرصة للقاء بين الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين ونظرائهم من المغرب وبحث أفاق الشراكة والتعاون الثنائي كانت مشاركة جيدة فيها عرض الشركات الموريتانية التي تصدر الأسماك للخارج جاءت وعرضت ساميها وكانت الدور تعدل علاقات مع رجال الأعمال المغاربة وتستفيد من خبراتهم وكانت الحمد لله مشاركة جيدة كانت مناسبة جد سانحة وكان لقاء أيضا لا أهمية كبرى بالنسبة لنا ونزمن هذا المعرض ونحن أيضا كنا دائما حاضرين فيه الموريتانيين لم يتغيبوا يوما من الأيام منذ النسخة الأولى لهذا المعرض والشقة المغاربة يستقبلون استقبال جيد ومريح ودائما في نتائج جيدة لهذا اللقاء هي منصة أيضا للانفتاح على باقي دول العالم المشاركة ضمن معرض اليوتس وللنقاش حول سبل تطوير علاقات ثنائية وأيضا لاكتساب مزيد من الخبرة في مجال تقنية التدبير والتسويق المنتوج كما هي فرصة لاكتشاف جديد تكنولوجيا الاقتصادي الأزرق فرصة للتعريف المنتوج الموريتاني الاحتياطي من السمك ما تعريف الموريتاني هي دولة شاطية عند الشواطن تمتدعنا طول 730 كم وتعتبر من أغنى الشواطئ بالأسماك عندنا احتياطي قابل الاستياد يتجاوز المليون وخمس مئة طون ودأبنا على تلبية دعوة الإخوة المقاربة من أول نسخة أي مشاركتنا الخامسة الحمد لله موريتانيا التي يعتبر بها قطاع الصيد البحري أحد أهم ركائز الاقتصاد تتشارك مع الجنوب المغربي نفس الخصائص البحرية ويشتركان في الأصناف نفسها من الأسماك قطاع الصيد البحري يمثل بها حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي في إطار مواكبة مشاريع مخطط المغرب الأخضر المبرمجة على صعيد جهة العيون الساقية الحمراء وخاصة مشاريع المجالات الرعاوية نظمت المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية في إطار تعاقدي مع المستشارين الفلاحيين الخواص ياما تكوينية ميدانية لفائدة مربي الماشيع ومنخرطية التنظيمات المهنية في مجال تقنيات وساليب تغذية الإبل والماعز والصحة الحيوانية بالتنصيق مع الغرفة الفلاحية والمديرية الإقليمية للفلاحة وذلك بمنطقة بيرول المومنة ببوشدور في المتابعة بريقين العروسي ومحمد شارع بمنطقة جريفية وتحديدا عند بيرولد المومنة نظمت المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية أيام تكوينية ميدانية لفائدة مربي الماشية ومنخرطية التنظيمات المهنية في مجال تقنيات وأساليب تغذية الإبل والماعز والصحة الحيوانية وكذا النصوص تطبيقية لقانون الترحال لقاءات مفتوحة فتحت المجال أمام الكساب المؤطرين بالاتحاديات المهنية المتخصصة في تربية المواشي لمواقبة المستجدات في التغذية والصحة الحيوانية لدرؤوس الماشية الدورة ذكرت بأهمية المقومات الطبيعية لإقليم بوجرذ يحتوي أراضي صالحة للزراعة على مساحة 120 ألف هكتار يندرج هذا البرنامج العام في ثلاثة نقاط التي هي أساسية كان النقطة الأولى التي هي الاستعداد للصيف في الموسم سنة 2019 المخطط الذي هو عام في أول البرنامج الإقليمي لنقاط الماء برسم سنة 2019 وفيه البرنامج الإغاثة الماشية بالعالم القراوي فيها الشاحنات السهريجية وتوزيع الأكياس والصهارج البلاستيكية وفيها هذه الحملة لنظموا الإخوة المندوبية الجهوية لاستشارة الفلاحية في هذا الإطار قدمنا شروع حسب متطلبات الفلاحين العام الماضي كان السؤال المطرح هو على أنهم مباغين شروع على أرض الواقع قمنا بقدر المستطاع لأن وضحنا للفلاحين كيفية صحة الحيوان من ناحية مذنين الأمراض المعدية ومن ناحية الأمراض مذنين الأمراض اللي موجودة دايما على أساس فردي يعني بالنسبة لكل حيوان على خدع نزولا عند رغبة الكسابة الإقليم في أيام تحسيسية العادية اللي كانت تعقاده في الإدارة ارتأينا مع الشراكة الجديدة اللي كانت مع الاستشارة الفلاحية الخاصة بأننا ندر أيام تطبيقية تكوينية في التيرا مع الكسابة واللي يستفدون منها الكسابة ديال الإبيل وديال الماعز والأغنم اللي مرت على مدى يومين الأمس واليوم طبقت فيها مجموعة من نصائح من ضمنها تدبير الصحة الحيوانية والتغذية والموضوع المهم لحديث الساعة اللي هو تدبير المراعي حسب القانون 113-13 الأيام التكوينية تطبيقية لفاعدة مربيا الماشية في مجال الترحال الرعوي لامست مجملة الانشغالات وأتت بحرور لمجموعة من الصعوبات كانت تعترض مختلفة تنظيمات المهنية وكسابة الإقليم حضرنا يوم تكويني جد مهم لا من ناحية الكيف ولا من ناحية أيضا النوع يعني لأول مرة من ناحية الشكلية نمرقو من الجانب ديال الإدارة في التكوين في الورشات الجانب ديالي يعني قريب جدا محاكي جدا للمجال وطبيعة المجال واللي كان عندنا تجد إيجابية على الحضور الكريم على طريق التواصل وعلى أيضا الاستفادة الأهمية الأخرى هي من ناحية الكيفية يعني المتدخلين الأطباء المهندس ناحية الغذائية والتغذية الحوانية وكذلك ناحية الأدوية يعني تلقينا كحضور وككسابة لإقليم مجموعة من تكوينة المهمة اللي هي كانت غايبة عنا دارنا طبيب دورات تكوينية نهار الجمعة واليوم السبت الحمد لله استفدنا من أدوى الأغنم كيفاش ندووها وشن هما المعاناة تعاني منها كيفاش نتعامل معها بالدوى الحمد لله نعتنا الدقات نعتنا السيروات نعتنا خنيشات نقول لهم احنا ياهوس هذا ديال المناعة نعتنا ياسر من الأدوية جزاها الله خيرا الدورة أكدت على أهمية القطاع الحيواني بالمنطقة وخاصة الإبل والأغنام والماعز التي تتميز بتعدد منتجاتها ومشتقاتها مما يتطلب تنظيما مهنيا وتكوينا ميدانيا لتأهيل هذا القطاع بحسب الباحثين في المجال إلى سمارة وفي الخبرية التربوي وتحت شعار شباب بلا إدمان مستقبل في أمان نظمت جمعية الأياد البيضاء للتنمية والثقافة بتنصيق مع الدوائر الإقليمية لقطاعات التعليم والصحة والتعاون الوطني والمنطقة الإقليمية للأمن الوطني لقاء تعسيسيا حول الإدمان ومخاطره الصور من ثانوية الأميرة مولاي رشيد التأهيلية في روبرتاج يوسف زعواطي ومبارك البعث آفة الإدمان بين الأوساط التلاميذية وفي محيط المؤسسات التعليمية أخرجت الفاعلين بالمجتمع المدني في سلسلة لقاءات للتحسيس والتوعية أسباب الإدمان المحاذير وعواقبه الوخيمة على الصحة وأمد الحياة في الحال والمآل والمستقبل موضوع مداخلات اللقاء لقاء بسط أمام الثلاميذ خطورة الآفة المحذقة بشباب اليوم من زوايا فقهية وشرعية وأمنية قانونية مجتمعية طرق الأساتداء الكرام لمجموعة من توضيحات لا من ناحية تأثير المخدر على الصحة على المجال الاقتصادي على المجال النفسي والأخلاق أيضا حاولنا أن نوضح مدى خطورة هذه المادة السامة ومدى تأثيرها وحاولنا أننا نخلو هذه الفئة من الشباب أنها تكون فئة بعيدة كل البعد عن هذه الآفة أخذنا بشوء عن التلاميذ من أجل التوعية والتحسيس والفائدة للشباب هذا ما تحسن من ند والشعار الشباب بلا إدمان مستقبل في أمان مبادرة الفاعلين في المجتمع المدني تتوخى تغذية الأمن الاجتماعي وزيادة جرعات الوعي بين التلاميذ والتلميذات حيال سبل اجتثاث آفة السموم المخدرة والحد من تبعاتها الوخيمة على الفرض والمجتمع في يشانها الاجتماعية والتربوية حيث قدمت قافلة طبية تحسيسية حول أمراض اللثة خدماتها لتلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية الثانوية بيقليمين قافلة تفاعل شراكة بين جمعية ابتسامة لدعم مرضى السرطان بشراكة مع الجمعية المغربية للوقاية من أمراض اللثة ومندوبية الصحة وثانوية باب الصحرى بدعم من مؤسسة عليب وعيدة مزيد عن هذه الحملة الطبية في ربطاج حافظ محضار أهل القارحي وجمال الخصاصي بهذه المؤسسة التعليمية للسرك الثانوي تحط القافلة الطبية والتحسيسية المنظمة في إطار شراكة بين عديد الفعاليات الطبية والمدنية سعي للتوعية والتحسيس بأمراض اللثة أدقم طبية متخصصة باشرة عملها الميدانية مستهدفة المئات من تلميذات وتلاميذ هذا الصرح التربوي من خلال كشفات وتشخيص وفحوصات مجانية هذه الحملة التوعية لفائد التلاميذ والتلميذات المؤسسة والتي يبلغ العدد تقريباً 775 تلميذ إضافة للأطور والتي ستركز في الأساس على ثلاثة نقطة أساسية هي التوعية والتحسيس ثم بعد ذلك التشخيص ثالثاً العلاج والتي تتمنى أن تصل لنتائج المتوخات منها هذه الحملة الطبية الهدف هو الفحص التشخيص والعلاج الهدف الرئيسي ديالنا هي محاربة أمراض للتا والعدم لأننا بزافة المرأة كانت ضرورة التسويس ولكن كانت سوا أننا كانت أمراض أخرى اللي كانت تقسل للتا والعدم لذلك نحن نجينا مع التاقم الطبي ديالنا باش نؤديوا هذه المهمة وكنشكروا بأنسوخ جميع الناس وجميع الجمعيات اللي يعاونونا باش أننا نصلوا لهنا ونديروا هذه الحملة الطبية عملية تؤطرها الدوائر الصحية الإقليمية وبالموازات مع هذه الكشفات تعمل هذه القافلة الطبية على اللقاء المباشر مع المتعلمين بفصولهم الدراسية للتحسيس والتوعية بالأثار السلبية المترطبة عن سوء العناية بنظافة الفم والأسنان كنا بزاف الحواج ما عارفينهم شقمنا بمعرفة ديالهم وروا وعرفونا بليقونس ديال عدم تنظيف الأسنان كشكرهم بزاف وكنتمنى هذه الحمالات تحسيسية ديال التوعية تستمر شكر المؤطرين اللي أطروا هذه الجمعية اللي كيحسب تلا كيوعيوا تلاميذ بأخطار مرض سرطان بالنسبة للتاع كنشكرهم بزاف على حساب هذه التوعية وكنتمنى بأن هذه البادلة اللي داروها يديرها في عدة مؤسسات ويستفدوا منها عدة تلاميذ تستهدف هذه الحملة يعني التلاميذ التانوي يعني الشباب حيث قامت الجمعية بالتحسيسهم ضد أضرار التدخين والكحول على اللتة ويعني محاربة هذه المواد السامة وآطارها السلبية على صحة الفم والأسنان قافلة طبية تتواصل تدخلاتها التحسيسية بمحيط هذه المؤسسة على امتداد ثلاثة أيام والهدف توعية شريحة المتعلمين ببعض الأخطار التي تتهدد اللثة نتيجة عدم العناية بنظافة الفم إضافة إلى بعض السلوكات المشينة كالتدخين مثلا بيها العيون ناحية عائلة الراحل بشر والعتيقة القاضي والفعل السياسي السابق واحد عيان الصحراء حفل تابين واستحضر عدد من عيان القبائل الصحراوية وقارب الراحل حفل التابين يأتي بعد مضي 40 يوما على رحيله حيث أجمعت مداخلاته على النبش في مصاره والتعليج على الشيامي والخصالي التي صاحبته طيلة حياته جانب من حفل التابين ترصده لنا متابعة لعلي الكبس ومحمد بشان قبل 40 يوما جاء الخبر الأليم من الضيار الإسبانية معلنا عن فقدان بشر ودلعتيق أحد أعيان قبائل الصحراء عادت الروح حينها لجوارها الدائم فلم تفارق الحصر ذويه ومعارفه عطاءات الراحل الناهل من الإخلاص والتفاني والوفاء ظلت مصاحبة لخطواته وفق من عاشره بدأ أولاها كأول وكيل ملك وقاد منحدر من الأقالم الصحراوية في مغرب ما بعد الاستقلال تحل ذكراه الأربعينية بين أهاله وأقاربه لتحل معها لحظات استحضار حضوره في مجالات تقمس فيها أدوارا دونت اسمه في سجلاتها بأحرف العطاء قبل أن ترويها الألسن كما الأيام أرضى حياته الحمد لله من خير إلى خير ومن ألوي إلى ألوي والناس الحمد لله كاملة تحبه جميعا ولا متفقد فيه حد مثل الشيء يسوى هو منه لا قريب ولا بعيد ولا نساء ولا رجال ولا أطفال ولا حد يسوى منه كامل وحلم المشاكل بالحكمة اللي ما حلم القضاء والجميع مولي هذا مولي يشهد به الجميع أنه سواسي الناس أمام والله وليه برحمة الله سياني عندما يفصل بين الأبيض ولا أسود أبدا والله وليه برحمة الله نطلب عندنا نطلبوا لنا والله وليه برحمة الله ويجعل بركة إن شاء الله في اللي بقورة هذا التأبين إن كان يدل على شيء فهو يدل على أن الرجل كان في سيرة حياته رجلا ذا سلوك وأخلاق يمتاز بها في حياته وسط هيئات ووجوه من مختلف المشارب عادت أربعينية الراحل لتفتح قوامس خصاله بمنطوق غيره فجاءت الكلمات لتترجم بصماته حسب المسؤوليات التي تولى مقوادها على امتداد سنوات التواجد سنوات تقمص فيها جنبا لمسؤوليات الريادة داخل المرفق القضائي بمدينتي العيون والداخل دور السياسي كذلك فأرشيفه يؤرخ لشغله عضوية مجلس المستشارين الصحراوي المنتخب سنة واحد وثمانين تسعمائة وألب وعضوية المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية والقائمة تطول جوانب من حياة رجل لم تخطوها أحرف النبش في ليلة الاستحضار ونعرف منين نتوظف قاضي ونعرفه المحكمة ونعرفه المجلس الملكي الاستشاري ونعرفه كواحد من أعيان المنطقة ما ينتمي القبيلة عن قبيلة بعمله ولا ينتمي الجهة عن جهة ومن الناس كاملة ولا يسمعوا حد ما قالوا ما قالوا وخيرت وعملوا كامل بيسريها عمل الصالح عمل دار عمل الصالح ولقد نجاه حد ما مشمع عنده راضي الله يرحمه هذا المصاب الجلل ما أننا نقول عنه صاب عائلة ولا قبيلة دون قبائل الصحراء كاملة هذا مصاب قبائل الصحراء كاملة والوطن والمواطنين لا عندنا نقول ما هو الله وليه برحمة الله الواسعة ما قطرين فيه ما هو الخير ولا قطرين ما هو يضحك وخيرت به والله يرحمه يجازه بفقدان بشتر ولد العتيق تكون الصحراء قد فقدت أحد أعيانها بأرشيف معطاء سياسيا وقضائيا وإنسانيا فمن ترك وراءه ماضي يتحدث عنه بأحرف النجبة يستحيل أن يفارق أذهان وقلوب الآخرين بذكر الود والثنى صور نهاية النشرة تأخذنا إلى شوارع مدينة العيون هذه الليلة واجواء نهاية الأسبوع وصور بعدسة تزبيل محمد مشلن موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أما لحظة فنتوقف مع قراءة في أخبار الصحف الجهوية في تقرير لزميل غالي القارحي أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري اليوم السبت عن توقيف 41 شخصا خلال مظاهرات شهدتها مناطق مختلفة في البلاد والمعبر عن رفض ترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولايات الرئاسية خامسة وحسب ما أورده بيان مديرية الأمن فإن قوات الأمن اعتقلت الموقوفين بسبب الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العمومية وتحطيم ملك الغير وشهدت عدد من الولايات الجزائرية أمس الجمعة خروج مظاهرات ومسيرات استجابة لدعاوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرفض ترشح بوتفليقة لولايات خامسة وفي السياق ذاته وجه المترشح للانتخابات الرئاسية الجنرال المتقاعد علي غديري كلمة للشعب الجزائري عبر مقطع فيديو نشره على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أمس تترق خلاله إلى الاحتجاجات بالقول إنها سلمية في جميع أنحاء البلاد ويجب أن تصمر بكرامة وبطريقة حضارية خالية من العنف مع الحرص على تجنب الاستفزاز أعلنت القنصلية العامة السنغالية بالدار البيضاء عبر بلاغ رسمي عن تخصيص 22 مكتبا للرعاية السنغاليين بالمدن المغربية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية يوم غد الأحد الرابع والعشرين من فبراير واعتمدت القنصلية العامة السنغالية بالدار البيضاء مكاتب التصويت بالاستحقاقات الرئاسية في مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ووجد ومراكش والطنج والعيون ثم الداخل إذ تعد المرة الأولى التي تعتمد فيها مكتبين للمشاركة في الانتخابات بمدن الأقاليم الجنوبية للمملكة على الرغم من الاحتجاج المتواصل لإجابة البوليساريو على القرار ولا تدخر السنغال جودا في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة حيث لازمت مواقفها موقف المغرب من نزاع الصحراء على مستوى منظمة الاتحاد الأفريقي بفعل العلاقات المثالية بين البلدين علما بأن الجالية الصينغالية تعتبر من أكبر الجاليات الأفريقية على مستوى المملكة المغربية تنزيلا للمخطط العملي والتنفيذي لوزارة الثقافة والاتصال قطاع الاتصال الهدف إلى ضمان الحق في الإعلام باعتباره شرطا أساسيا من شروط ممارسة حرية التعبير ببلادنا وكذا ضمان تعددية مختلف طيارات الرأي في إطار المسؤولية اللازمة وسعيا إلى مواكبة التحولات المستمرة التي يعرفها حقا الاتصال السمعي البصري وتنميته ودعمه عبر مده بمقاومات التنظيم والجودة والمنافسة وآلية المواكبة القانونية سيتم إحداث سجل وطني لخدمات الإعلامية يرم تنظيم مجال الإعلام الرقمي وتكريس الشفافية في الولوج إلى سوق الإعلام ومجال السمعي البصري موقع الداخل تيفي ينشر موضوعا بقلم الدكتور الولي علاء الأستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخل رئيس المؤتمر الدولي حول اقتصادية الصحراء أبرز من خلالها أن الصحراء كانت منذ عقود موطنا للطاقات غير المتجددة والمواد الأولية لكن بسبب هواجس الاستدامة والحوكمة طفت إلى السطح العديد من التساؤلات الوجيهة ذات الصلة التي أدت إلى عادة تفكير في عملية التنمية الشاملة برمتها في مختلف تجلياتها العالمية والمثل الدهشة وعلى النقيد من جميع الصور النمطية حول هذا المكان فإن هذه الصحاري أصبحت اليوم أرضا غنية بالفرص الاقتصادية غير التقليدية بل ستكون في الواقع في قلب الحلول البديلة والمبتكرة التي ستشكل التحول الاقتصادي العالمي نحو أنماط اقتصادية جديدة مستدامة وأكثر نجاعة غادرنا إلى دار البقاء المرحوم بدوح مبارك والعليو أوب الخير عن سن ثمانية وثمانين عاما الفقيد ينتمي لقبيلة اي تياسين كما انتقل إلى رحمة الله تعالى بوزيد والبرقعة عن عمر ستة وستين عاما الفقيد ينتمي لقبيلة اي تسعى وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة حليمة بن تعليو الحيمات الفقيدة تنتمي لقبيلة ولا تدرالين لدادسا تغمض الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جنانه والهم ذويه بصبع وسلوان وإن لله وإن إليه راجعون واللحظة إلى الورقة الخاصة بأحوالها التقص غدا إن شاء الله غدا سيكون التقص مستقرا على العموم ببعض المناطق الجنوبية درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله بارباط 24 درجة منتظرة وبباقي المناطق 21 بسيدي يفني 30 بقليم 26 بأسا 25 بالزاك 29 بالطنطان وكذلك بالصمارة وأبو كراع 32 بالعيون وكذلك طرفايا و33 مرتقبة ببوجدور 27 منتظرة بقلت الزامور 29 بالجويلة 30 بأسر 28 بيمدريقة و30 مرتقبة بالداخلة حالة هو البحر وعلو البوج على الساحل الأطلسي الأطلسي الجنوبي سيكون البحر يزوستراوح ما بين متران إلى ثلاثة أمطار ونصف شرقوا الشمس إن شاء الله غدا إن شاء الله على الساعة الثامنة و 26 دقيقة والغروب على الساعة السابعة و 46 دقيقة حالة هو التقص ببعض العواصب والهذي المجاورة 32 مرتقبة بالعاصمة الموريتانية الموكشوت 25 بنواذبو 24 بالرباط 25 بيتندو الآن إلى تذكيرا بأبرز العناوين ضمن هذه النشرة الإخبارية تابعنا في نشرتنا الليلة ربطاج عن رواق موريتانيا في معرضي اليوتس للصيد البحري في مدينة عقادير ومن بجدورنا حملة تحسيسية في صحوف الكسابة لتمكنهم من آخر التقنيات في المجال الرعاوي كما رصدنا من الصمار لندوة تحسيسية في الأوساط المدرسية حول مخاطر الإدماء النشرة الإخبارية انتهت السلام عليكم ورحمة الله